وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنها ستعمل على استثمار الأسابع المقبلة للإستعداد الجيد لضمان الانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ المحدد من خلال اتخاذ عدة تدابير تربوية وتنظيمية على مستوى قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني فعلى صعيد قطاع التربية الوطنية سيتم العمل على تحيين المقرر الدراسي للموسم 2021-2022 حرصاً على الحفاظ على الزمن المدرسي والسكمال المقررات وسيتم كذلك شروع في البت التلفزي لحصص المراجعة وكذا نشر هذه الحصص عبر المنصة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول تلميت تيس أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي فسيتم تنظيم مباريات الولوج عن بعد مع الشروع في البت التلفزي للمحاضرات وعلى مستوى قطاع التكوين المهني فسيتم ملاءمة البرمجة الزمنية مع المقرر التكويني والتواصل مع مجموع المتدربات والمتدربين وإطلاعهم على تفاصيل الدخول التكويني فضلا عن الإعداد للتداريب الميدانية وإمكانية تنظيم حصص المراجعة عن بعد لفائدة المتدربات والمتدربين